السلام عليكم ورمضان كريم كيف تفكر خارج الصندوق معي لكم قصة ملهمة صغيرة تلخص لك معنا كيف تفكر خارج الصندوق يقول لك كان فيه تاجر طيب له بنت جميلة بس للأسف هذا التاجر كان مقترض فلوس كثيرة من أحد المقرضين كان هذا المقرض مرابيا أي يتعامل بالربا شايبة كبير بالسن لتت وحدث ونه أعجب ببنت التاجر هذا فقرر أنه يقدم لهذا التاجر عرض مغري يخلصه من دينه وعده أنه بيتنازل بكل الديون مقابل أنه يزوجه بنته وبطبيعة الحال قوبل هذا الأمر بالرفض من قبل الأب وبنته برضو الشايبة العقوز هذا ما يأسش قلن طيب معي لكم مقترح ثاني إحنا نجيب حصاتين واحدة سودة واحدة بيضة ونترحم داخل كيس والبنت تسحب أي حجرة من الحجرتين هذه إذا سحبت الحجرة البيضة بيقوم العقوز بإسقاط الدين وينسى حكاية الزواج وإذا البنت سحبت الحجرة السودة بيقوم العقوز بإسقاط الدين بس البنت تستلم لحكاية زواجها من هذا العقوز طبعا نظرا لأنه موضوع الدين عاده قائم لدى الأب وبنته شافوا أن العرض هذا ما فيش مفر منه فراحوا ثلاثتهم إلى الحديقة وقام العقوز التقط الحصاتين هذه بس لاحظت البنت أن العقوز التقط حصاتين سودة يعني ما فيش حصة بيضة أخذ حجرتين التنتين سودة عشان أي واحدة تلقتهم البنت يكون هو الفائز فيها فانطرحت البنت في هذا الموقف أكيد بخانة اليك ما كانش قدامها إلا خيار من الثلاثة الخيارات ترفض أنها تلتقط الحصاتين تخرج الحصاتين من الكيس وتفضح التاجر وألعبه ولا تلتقط الحصاها السودة وتضحي بنفسها وتخلص أبوها من الدين وبعد تفكير خارج السندوق توصلت إلى حل قامت البنت مدت يدها إلى داخل الكيس فالتقطت حصاها بينما هي تحاول أنها تخرج الحصاها من داخل الكيس تعمدت أنها تسقطها بالأرض فالعكوس طبعا يراغب الوضع فقالت له أوه سامحني والله فلتت مني الحصاها وقالت له شوف الحصاة اللي موجودة داخل الكيس وشوف لونها بتعرف لون الحصاها اللي بيديه معلمة وطبعا الحجرة المضبقية داخل الكيس الحجرة السودة وبهذا ما قرأش أنه يفضح نفسه ويكشف المؤامرة اللي انقلبت ضده مشان كذا اضطر وهو مرغم مضرب بحلبة التزام الصمت ويتظاهر أنه فعلا البنت التقطت الحجرة البيضة اللي سقطت منها وبهذا تنازل العقوز عندين أبوها وتخلى عن فكرة زواجها العبرة يمكننا دائم التغلب على المواقف الصعبة من خلال التفخير خارج الصندوق لا تستسلم ولا تكتفي أبدا بقبول الخيارات المتاحة أمامك والمفروض عليك إن لم تكن تلك الخيارات مناسبة لك فاصنع لنفسك مغرجا آخر ونشوفكم في فيديو آخر ورحمة الله الكريم